نقدم لكم عجينة البريوش بطريقة جديدة نحتاج الثلاثة المعلقة الزبدة خميرة الحلوة معلقة الخميرة الضار ثلاثة المعلقة السكار ساندة 300 جرام دقيق ملح وجوج بيضات وكسد الحليب الحليب يكون على حساب دقيق نخلط كل شيء نضع الملح نضيف الملح نضيف الملح أضيف الملح نضيف الملح الزبدة ثلاثة المعلقة نخلط المكوينة نزيد البيض ونخلطه بالنسبة لخميرة العجينة نعملها في صغير الحليب دافي لكي يخرج ضروري لخميرة تخرج نخلطه بعد ما خلطنا المكوينة الأولى نزيد الخميرة الحلوة نضيف لها الخميرة العجينة نضيف لها الحليب نخلط المكوينة كلها نضيف العجينة المزين نضيفها لمدة 20-30 دقيقة نضيفها بعد ما خلطنا الكوينة مزيان نضيفها مع الزيت المائدة نعود لكي نضيفها لكي نضيفها نضيفها في مول نضيفها بلاستيك نضيفها في مكان دافئ بالنسبة لي انا اضفيت الفرن ادخلتها للفرن كتخمر لمدة ساعة قريبا هاكي ما كيبال لكم انا اضطتها في هذه الملادة اغطيتها ودخلتها للفرن بعد ما اخمرت كتكون على هادي شكل هذا تابعوا معي الحلقة الثانية كيبال لكم كيف سوف نخدمها هذه العجينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر